الثالثة من تفسير صورة تبارك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا في خمس شبهات الشيطان بيعرضهم عن العبد عشان العبد ده تمنخفش من ربنا أول حاجة ربنا لا يعلم السر بتاعك وربنا رد عليه برد والدليل عليه تاني حاجة ربنا ما بيعذبش في الدنيا وربنا بيرد فيه ثلاث كلمات وجاب دليل ماضي ودليل حاضر نارضع نتكلم عن الشبهة الثالثة الشبهة الثالثة ان لو ربنا عزبك في الدنيا عندك من يعينك على أمور الدنيا ابن عمك وابن خيالك كلهم رتب فربنا يرد رد ودليل الرد أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا فيه عتو ونفور يعني لو ربنا أصابك بسوء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن مش هتلاقي حد ينصرك ولو ربنا منع رزقه عنك أمن هذا الذي يمزقكم من أمسك رزقه بل لجوا يعني أصروا وتمادوا في عتو في كبر ونفور وتباعد على الحق طيب جاب لهم دليل على الكلام ده اللي بيعمل معاصي أفما يمشي مكبا على وجهه راجل ماشي مسافر بالليل في أرض كلها حفر كل ما يحط رجله بالليل على الأرض يلاقي نفسه أقع في الحفرة فالحفرة تيجي في وشه فتدمين يقوم يدوس تاني يقع تاني أفما يمشي مكبا على وجهه كل شوية يتكب على وجهه بسبب المعاصي اللي بيعملها كما يمشي سويا على الصلاة المستقيم الإنسان اللي بيعمل طاعة بيمشي سويا على الصلاة المستقيم وبيقعاش ولو وقع يلاقي ألف واحد ساعة أما اللي بيعمل معاصي بيقع وبينكب على وجهه وبيتعور وبعد كده اللي يحصل وبعد ما يحصل اللي يحصل كده ما يلاقيش حد جبه ده لازم تعرفوا أن ربنا أصابك مش هتلاقي حد جبك أصابك بسوء أو أصابك بمنع لسق الشبه بقى الرابعة أن لو موت ما فيش إيه حساب هما بيقولوا الشيطان بيقول كده فييجي بقى الرد والدليل ربنا يقول إيه قل يا محمد هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يعني أكبر دليل أن ربنا حيحزبك أنه هو اللي أنشأك والنشأة الأولى أقل بكثير من النشأة التالية كما بدأنا أول خلق نعيده فربنا رد على أن الإنسان اللي بينك البعث بالنشأة الأولى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراءكم في الأرض هو اللي نشركم في الأرض وحدد لكم مكانكم ورزقكم ومسكنكم وإليه تحشرون يبقى كده ربنا رد عليهم بأن الخلق هو اللي عيبعث هما بيقولوا شو بها بقى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني متى يكون لو فعلا فيهم أيامة قلونا عن معاد لو قلتونا عن معاد يبقى احنا مقرن بيوم الأيام ما قلتوش يبقى أنتم مش مقرن بيوم الأيام ربنا بيعلم النبي يرد عليهم يقول لهم إيه قل إنما العلم عند الله لمعاد ولعلم بس اللي يعلم بداية الساعة هو ربنا بس أنا وظفتي وإنما أنا نذير مبين أنا وظفتي أنذلك وبينلك بس لكن الموعيد دي ما عند ربنا فلما رأوه زلفة الرسول بيقول لهم ليوم ما تشوفوه زلفة يعني قريب منكم سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه يعني ظهر على وجوههم السوء والحزن والحصرة وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون ده اللي انتو كتب تكذبونه دي الشبهة ودي الرد عليها طيب ناخد بقى آخر حاجة ابعد عن أهل الصلاح وأهل الطقوة لأن دول سبب العكننا عاوز تبقى فرحان ابعد عنه في رد ودليل الرد قال الله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قلهم يا محمد لو ربنا موتني أنا واللي موجودين أو رحمنا وانتصرنا وروحنا فيه بلد تانية هل تتصوروا إن المصائب اللي بتطب عليكم بسبب معصيك ما عتوقفه فمن يجير فمن يحمي الكافرين من عذاب أليم يعني معنى الآية إحنا لو مشينا أو موتنا برضو المصائب عتفضل عليكم لأن المصائب دي بسبب معصيك محدش هيحميكم منها غير إن انتوا تطبئوا إلى الله وجاب لهم الدليل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فيه ضلال مبين أكبر دليل إحنا أمنا به وما تحصل مشكلة بنتوكل عليه ونقول له يا رب خلصنا مشاكلنا وبتخلص وما عندناش أحزان زي ما عندكم مسبتين على الحق طب انتوا بقى قل أرأيتوا من أصبح ماءكم غورا لو الماء بتاعكم غارت في الأرض فمن يأتيكم بماء معين عتروحوا تتوكلوا عن العالمين وتلجأوا المين عشان يفتع عليكم ويرزقكم دوات ما عندكمش حد للأصنام ما بتعملش حاجة لكن إحنا عندنا ربنا نتوكل عليه كده احنا خلصنا الصورة إن شاء الله ما رجاء امتحان فيها قولوا قولي هذا واستغفر لي بك ترجمة نانسي قنقر